في الان دلوقتي هنروح معاكم لمجاز واهم وآخر الأخبار مع دينة فضاليا دينة شكرا لك هدير التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن مصر تستهدف الانتهاء من منظومة التأمين الطبية الشامل خلال عشر سنوات بدلا مما كان مقدرا من قبل بخمس عشر سنة وخلال جلسة حوارية بعنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي صحة أفريقيا قال الرئيس السيسي أنه تم إطلاق المنظومة وتطبيقها في خمس محافظات حتى الآن وخلال العشر سنوات سيتم تنفيذ برنامج تأمين طبي شامل لكافة المصريين وفيما يتعلق بملف المياه قال الرئيس السيسي أن حصة مصر من المياه خمس وخمسين مليار متر مكعب ولم تتغير منذ سنوات وأضف الرئيس السيسي أن مصر عملت على تنفيذ برامج لمعالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن مشيرا إلى أن مصر ستكون أول أو ثاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها حظ الرئيس الروسي بلاديمير بوتين من أن موسكو ستستهدف مواقع جديدة إذا سلم الغرب سواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا وأضاف بوتين أن الهدف من إرسال هذه السواريخ هو أطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة مشيرا إلى أن الجهود التي توضلها الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بسواريخ بعيدة المدى لن تغير أي شيء في ساحة المعركة وجاءت تصريحة بوتين بعدما أعلنت روليات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستزود أوكرانيا أنظمة صاروخية متطورة وقالت أوكرانيا أن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية أعلنت موسكو إلغاء زيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى السيربيا بعد أن أعلنت دول حول السيربيا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرته ومن جانبها اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زغروفا أن إغلاق ثلاث دول أوروبية أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية قطع قناة اتصال أخرى مع روسيا وأوضحت زغروفا أن موسكو لا تنوي اتباع سياسة السطار الحديدية وأن دول أوروبية هي التي تفعل ذلك قال الرئيس الأوكرانية بلودمير زيلنيسكي أنه وزار بلدتين قرب جبهة القتال بمنطقة ليستشانسك بإقليم لوهانسك شرق أوكرانيا وأوضحت الرئاسة الأوكرانية أن زيلنيسكي اطلع خلال الزيارة على الوضع العمليتي على خط الجبهة الدفاعية مشيرة إلى أن الرئيس توجه أيضا إلى زابورجيا للقاء سكان من ماريوبول تمكنوا من الفرار من هذا الميناء الإستراتيجي على بحر أزوف أعلنت كوريا الجنوبية أنها والولايات المتحدة أطلقت ثمانية صواريخ سطح سطح صوب البحر قبلت ساحل كوريا الجنوبية الشرقية وذكرت وكالة يونهاب للأنباء بكوريا الجنوبية أن هذه الخطوة تأتي رضا على إطلاق روريش كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى أمس الأول هذا وتواصل كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منورات عسكرية بمشاركة حاملة طائرات لأول مرة منذ سنوات أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من المرجح إلى حد كبير أن تكتشف في دول أخرى حالات جديدة من الفيروس من جدر القرد وأن ينتشر الفيروس بشكل أكبر وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 780 إصابة بالجدر القرد في 27 دولة خارج البلدان التي توطن فيها المرض وشددت المنظمة على أن مستوى الخطر العالمي ما زال متوسطا ورياضيا حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاذ القاهرة في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 سجل هدف منتخب مصر والمباراة الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة السابعة والثمانين ليحقق للمنتخب الوطني فوزا هاما وثلاث نقاط غالية ورفع منتخب مصر رصيد إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن ملاوي صاحبة الصدارة بنفس الرصيد من النقاط بينما أصبحت غينيا وإثيوبيا بدون أي رصيد من النقاط وينتقي منتخب مصر في الجولة الثانية مع مضيف منتخب إثيوبيا بينما يواجه منتخب غينيا ضيفه منتخب ملاوي وذلك يوم الخميسة المقبل ختم المنجز التاسع فاصل ونحن لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر